عليكم السلام معنى السنة في القرآن السنة في القرآن الكريم غير بقى السنة تعتمول على السنة النبوية والحديث البخاري والهجسة كل السنة في القرآن الكريم تعني شيئين وتأتي بالمعنين منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى وحداه تعني تعاون الله جل وعلا مع المشركين سنة الله في الذين أخلوا من قبلوا ولن تجد سنة الله تبديل سنة الله التي قد خلت في عبالي وخسر هناك الكافرون سنة الله التي قد خلت من قبل وانتجد سنة الله تبديل استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحرق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلى سنة الأولين فلن تجد سنة الله تبديل وانتجد سنة الله تحويل ده كل سنة الله في تعاملته مع المشركين في إهلاكه لهم في عقابه لهم في الانتصار عليهم تأتي سنة بمعنى التشريح بمعنى الشر ومنسوبة لله سبحانه وتعالى وهذا ما جاء في سورة الأحزاب في موضوع خاص بالنبي ربنا سبحانه وتعالى قال له ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدر المقدور نرى تاني ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدر المقدور هنا عندنا ثلاث كلمات سنة الله فرض الله أمر الله والثلاثة بمعنى الشرع ومنسوب لله سبحانه وتعالى حتى في أمر يخص النبي عليه السلام إذن السنة بتعني شرع الله سبحانه وتعالى طبقوا النبي هل النبي له سنة؟ لا أبن في نفس الصورة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن مش سنة حسنة هو أسوة وقدوة لنا في تطبيق سنة الله أي شرع الله سبحانه وتعالى عليكم السلام